بعد إنشائها مؤخرا بقرار وزاري نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ندوة تعريفية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حول المهام المنوط بها كدراسة التشريعات الوطنية وبنود القانون الدولي وتعزيز الشق الإنساني منه تهدف هذه اللجنة إلى دراسة التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز تنفيذ أحكامه وحرصا من إدارة المعهد على أبراز دور اللجنة فقد ارتأ عقد هذه الندوة التعريفية ليقف الجميع على اختصاصاتها وأهدافها وتأتي أهمية اللجنة لما تميزت به دولة الكويت باهتمامها القانوني الإنساني دوليا وحصول صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله على لقب قائدا للعمل الإنساني تشرفنا في زيارة مع الوزير العدل الذي أصر على إنشاء هذه اللجنة تدعيما لوجود هذا المنارة وهو حضرة صاحب السمو في قائد العمل الإنساني في توظيف عمل اللجنة فيما يتعلق بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي صادقت عليها دولة الكويت في مجال قانون دول الإنساني توصيات ومقترحات عديدة من المتوقع أن تصدر من رحم أبحاث واجتماعات اللجة الوطنية للأجهزة المعنية في البلاد بتنفيذ أحكام القانون الدولي ووضع الخطط والبرامج التدريبية والتعريفية لنشر الواعي القانوني الإنساني لتلفزيون المجلس رياض العبادي